السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام الإسلام دائما يهتم بتنظيم العلاقات بين الناس ويهتم ببيان أحكام الجانب الضعيف حتى لا يجور عليه الجانب القوي ومن هنا اهتم الإسلام ببيان أحكام المرأة في سورة النساء وبدأها الله سبحانه وتعالى ببيان أحكام الأيتام لما لهم من ضعف ولأنهم في حاجة قوية وماسة إلى من يرعاهم ولذلك أعلى الإسلام من شأن رعاية الأيتام والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأيتام يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين يعني إن كفلت يتيما فأنت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مناسق لمقعد النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمل ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبشر تلك المرأة التي تأيمت من زوجها بمعنى أن زوجها مات أو أنها طلقت فمكثت مع أولادها ترعاهم وتحسن إليهم وتحن عليهم وتعمل لأجلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة فأجد امرأة تسابقني تكاد تسبقني امرأة سفعاء الخدين تأيمت من زوجها يعني أن هذه المرأة التي كانت جميلة وكانت مريحة وكانت تعيش في رغد من العيش لما تأيمت من زوجها ظلت على حالها مع أولادها ترعاهم حتى أن زهرة شبابها قد فنيت النبي صلى الله عليه وسلم يعيدها بأنها معه وأنها تدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده مباشرة تكاد تكون معه أو سابقة له أيها الإخوة الكرام ربنا سبحانه وتعالى لما اعتنى بالأيتام فرض لهم حفظ أموالهم والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا رعاية مشاعرهم أقول لك في مسألة رعاية المشاعر احن عليهم تكلم معهم حاول أن تكون بشوشاً اصحابهم معك واشتري لهم ما يحتاجون أدخل عليهم الفرح والسرور النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك إن مسحت على رأس اليتيم جعل لك بكل شعرة مستها يدك حسنة ولا يقف الأمر عند هذا إنما من الأمور المهمة أن تحفظ له حقوقه وهو في ضعف والحياة في غلاء وأنت تحتاج المال وتحتاج إلى أن تنمي تجارتك وتزيد في أرضك وفي مساحتها وتزوج أولادك ومن هنا يقول الله تعالى وَآتُوا اليتامى أموالهم إياك أن تأخذها لماذا؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً يبعثون يوم القيامة تنبعث من بطونهم النار من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم أكلة مال اليتامى والعياذ بالله هذا أمر التحذير الثاني من القرآن الكريم أو التوجيه الثاني أقول إن ربنا سبحانه وتعالى حرم مسألة عمل حيلة من أجل الوصول إلى أموال اليتامى وأكلها بغير حق قال وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ يعني إيه؟ يعني والله أبي ترك لي ولأولاد أخي اللي هم أيتام مثلاً ترك لنا أرض فأم أنا واخد الأرض الجيدة وأعطيهم الأرض الرديئة قلهم والله أدي أرض انتوا ليكوا عشر فددين خدوا العشر فددين فسديهم الأرض الأقل واخدنا الأرض الأحسن لو إننا شركة في بعض الماشية أخدنا الماشية القوية السليمة الأحسن منهم وأعطيهم الأقل أقول لك الفقهاء يقولون لو إني اديت لحضرتك فلوس وقلت لك لو سمحت خد الألف جنيه دي الجديدة طلعها للايتام أمت حضرتك لما خدتها قلت والله الألف جنيه دي جديدة خليها لي أنا أوزعها على أولادي أو أنا أخصرفها والأيتام ليهم عندي ألف جنيه قمت منأي الفلوس الأديمة وديتها لهم الفقهاء يقولون تبديل الأموال هذا لا يجوز ليه؟ لأن المال الجديد له فرحة الولد الطفل اليتيم لما يأخذ الفلوس الجديدة يفرح بيها زي ما حضرتك لما خدت الفلوس الجديدة فرحت بيها وخلتها لولادك فيقول ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ده ما ينفعش ده لا يجوز لأن حق الطفل اليتيم إن فلوسه الجديدة توصله عشان يفرح بيها زي ما حضرتك كنت عايز تفرح بيها قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم تقوم خالط المالين على بعض وحاطط الفلوس ونيجي نقول له حضرتك فين فلوس ولد أخوك اليتامة تقول لي والله أنا خلطت الفلوس وما بقيتش عارف مش عارف هو أي بتاعي وإي بتاعهم السئة دينا كلنا مع بعض هذا لا يجوز إنما إذا خلطت لازم تبقى عارف الحساب لأن ده مال يتيم والمال اليتيم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحسبك عنه فتخيل إنك قاعد مش بيحسبك محاسب ولا بيحسبك واحد قريبة ولا بيحسبك واحد من البشر اللي بيحسبك ويقولك ليك وعليك هو رب العباد سبحانه وتعالى فقال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ربنا سبحانه وتعالى ينصح أيضا بأمر آخر وهو إن الإنسان اللي مسؤول عن يتيمة عند جوازها لازم يضمن لها كل حقوقها ما ينفعش يأكل حقوقها وبالذات لو إنه بيجوزها الواحد من أولاده أو هو اللي هيجوزها بنفسه يعني بنت عمو طفلة أو بنت يتيمة وكبرت وهو عايز يتجوزها يقول تديها حقوقها كاملة حضرتك مسؤول عن طفلة يتيمة وقلت يا أهل ما أخدها لابني يبقى لازم تكتب لها حقوقها كاملة كأنك بتتجوزها لحد غريب مش عشان انت بتجوزها لابنك إبقى تضحك عليها أو تنقص من حقوقها فاتقوا الله في أموال اليتامة وأعطوهم حقوقهم واحذروا غضب الله تعالى أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الخير وأن يكفينا شر الحرام وأهله إنه سميع قريب ومجيب الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته